ترجمة نانسي قنقر أهدافنا في درس اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتفسير سورة قريش وقبل أن نبدأ في مراجعة لتفسير سورة قريش هيا الآن لنتذكر سويا تلاوث هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هيا سويا لنتذكر المعنى العام للآيات كانت قبيلة قريش تعمل في التجارة وكانت لها رحلتان رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام أمر الله عز وجل قريشا أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يشكروه سبحانه على ما أنعم به عليهم من الأمن والرزق الوفير قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هيا الآن لنفكر ونضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة كانت قبيلة قريش تعمل بالزراعة صح أم خطأ؟ ممتاز إنها إجابة الخاطئة لقد كانت قبيلة قريش تعمل بالتجارة المراد بالبيت في السورة الكريمة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت ما المقصود بالبيت؟ هل هو بيت الرسول؟ صح أم خطأ؟ ممتاز إجابة الخاطئة المقصود بالبيت هو الكعبة المشرفة كانت العرب تحترم قريشا لخدمتها للحرم هل هذا صح أم خطأ؟ رائع إنها إجابة صحيحة هيا الآن لنفكر ونختر الإجابة الصحيحة مما يأتي ونكتبها في الفراغ معنى لإيلاف لتخويف قريش لإسعاد قريش أم الألفة والتعود ما هي الإجابة الصحيحة من يعرف؟ ممتاز لإيلاف معناها الألفة والتعود السؤال الثاني كانت رحلة قريش في الصيف إلى اليمن أم المدينة أم الشام رائع كانت الرحلة إلى الشام بارك الله فيكم السؤال الثالث أنعم الله تعالى على قريش بنعمة الأمن فقط؟ بنعمة الرزق فقط؟ أم بالأمن والرزق معان؟ رائع أنعم الله عليهم بالأمن والرزق معان بارك الله فيكم والآن فكر معي هيا سويا لنصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها لدي ثلاثة كلمات وثلاثة معاني كلمات لدي في الكلمات لإيلاف رحلة الشتاء والصيف هذا البيت ولدي أيضا معاني الكلمات الكعبة المشرفة الألفة والتعود السفر إلى اليمن شتاء وإلى الشام صيفا هيا سويا فكر معي من يستطع أن يصل كل كلمة بالمعنى المناسب لها؟ هيا الكلمة الأولى كلمة لإيلاف ما المعنى المناسب لها هنا؟ رائع لإيلاف المقصود بها الألفة والتعود ما المقصود برحلة الشتاء والصيف؟ هيا من يعرف؟ رائع رحلة الشتاء والصيف هو السفر إلى اليمن شتاءا وإلى الشام صيفا ما المقصود بقوله تعالى؟ هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ما المقصود بهذا البيت؟ ممتاز المقصود بها الكعبة المشرفة في مكة المكرمة رائعين بارك الله فيكم هيا الآن لنكمل باقي الكلمات الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع ماذا تعني هذه الكلمات؟ رائع تعني أن الله عز وجل رزقهم بالخيرات بعد أن كانوا فقراء وآمنهم من خوف أي تفضل الله عليهم بنعمة الأمن والأمان بارك الله فيكم هيا الآن لنأتي إلى سؤال جديد بما أمر الله تعالى قريش في هذه السورة هيا من يستطع أن يجب على هذا السؤال؟ ممتاز أمر الله عز وجل قريش أن يعبدوه وحده لا شريك له أن يعبدوا رب هذا البيت رب الكعبة الذي رزقهم الطعام والأمن هيا الآن لنكمل باقي أسألة المراجعة أين كانت تتجه رحلة قريش؟ في الصيف وفي الشتاء رحلة الشتاء والصيف أين كانوا يذهبون؟ كانت في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن بارك الله فيكم هيا من الطالب الذكي والطالبة الذكية؟ التي سوف تجيب على هذا السؤال الجميل السهل ماذا كانت تعمل؟ قبيلة قريش ماذا كانت تعمل؟ رائع كانت تعمل في التجارة وكانت تذهب في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام من يجيب الآن على هذا السؤال؟ ما هي نعم الله تعالى على قبيلة قريش؟ هيا من يعرف بما أنعم الله عز وجل عليهم؟ رائع قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذن أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الرزق وبنعمة الأمن ممتاز بارك الله فيكم هيا الآن فكر معي ونختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقصود بقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع ما المقصود بهذه الآية؟ هل أنزل الله عليهم مائدة من الطعام؟ هل جعل الناس تهديهم الطعام؟ أم المقصود بها أن الله تعالى واسع أرزاقهم؟ نعمة الرزق هيا لنختر الإجابة الصحيحة من يعرف رائع الذي أطعمهم من جوع المقصود بها أن الله تعالى واسع أرزاقهم بارك الله فيكم السؤال الآتي ما الدروس المستفادة من سورة قريش؟ هيا من الذي يستطع أن يعدد للدروس التي استفدناها من سورة قريش؟ استفدنا من سورة قريش؟ أولا أن نعمة الرزق الوفير ونعمة الأمن والأمان من أعظم نعم الله تعالى علينا وأيضا تعلمنا من سورة قريش أنه يجب علينا إخلاص العبادة لله وحده وشكره على نعمه وفضله بارك الله فيكم وصلنا الآن إلى نهاية مراجعة سورة قريش أشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته